عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية مهمة جدا الإمام يقول السفياني من المحتوم وخروجه في رجب المراد من خروجه في رجب أن يكون ظاهرا مبسوط اليد على سوريا وإلا فإن حركة السفياني ستبدأ في شهر محرم من السنة التي تسبق سنة الظهور وهي سنة زوجية أتحدث عن السنة التي يبدأ السفياني تحركه فيها في شهر محرم من شهر محرم إلى نهاية شهر جمادى الثانية وبداية شهر رجب سوف يتغلب السفياني على كل الرايات في سوريا في بداية شهر رجب في الأسبوع الأول من شهر رجب سيكون قد بسط نفوذه على سوريا فحربه ستة أشهر من بداية محرم إلى نهاية جمادى الثانية في شهر رجب يكون السفياني قد ظهر بشكل علني في الشام وصار معتليا على منبر دمشق السفياني من المحتوم وخروجه في رجب ومن أول خروجه إلى آخره من أول خروجه في شهر محرم حينما يبدأ تحركه في السيطرة على سوريا ومن أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهرا ستة أشهر يقاتل فيها من محرم إلى جمادى الثانية في السنة التي تسبق سنة الظهور ستة أشهر يقاتل فيها فإذا ملك الكور الخمس سيطر على الشام الكور الخمس المناطق المهمة في بلاد الشام ملك تسعة أشهر تبدأ من شهر رجب تستمر إلى نهاية تلك السنة يكون الظهور في شهر محرم يستمر بقاء السفياني من بداية سنة الظهور إلى ثلاثة أشهر إلى نهاية ربيع الأول وهنا ستنتهي فتنة السفياني ومن أول خروجه إلى آخره خمسة عشر شهرا ستة أشهر يقاتل فيها فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ولم يزد عليها يوما الرواية مهمة جدا وواضحة جدا موسيقى موسيقى